شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديميات العسكرية والكليات العسكرية وأعرب الرئيس السيسي عن تمانياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاحة لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واكتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير بكل حيادية وتجرد لانتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية التي تشمل الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي وكذلك الكلية العسكرية التي تشمل الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية وكان في استقبال سيادتي بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس شهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكلية العسكرية كافة البانات الخاصة بكل طالب ودرجات التي حصل عليها وصولاً لكشف الهيئة وقد نقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية وكذلك جهود الدولة على المستوى الدخلي في إطار التنمية الشابقة وشدد سيادته عليهم بأن يكون قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع حيث تمنى سيادته للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحق بالمؤسسة العسكرية العريقة واكتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعيير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتدرد والتي تتمسك بها القوات المسلحة في انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن بجانب زملائهم في أكاديمية الشرطة اشتركوا في القناة